يتفضل سيادة الرئيس بإلقاء كلمته بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف المرسلين في هذا اليوم التاريخي يوم الاثنين الخامس من ربيع الأنور من سنة ثلاث واربعين واربع مائة والف الحاد عشر من شهر أكتوبر من سنة أحدى وعشرين والفين في هذا اليوم نعيش لحظات تاريخية لحظات سنصنعها معا لعلها لحظات صعبة بل هي صعبة وفيها من التحديات الكثير ولكن الإيمان بالنجاح والإسرار عليه هو الذي يجمعنا وسننجح إن شاء الله تعالى في هذه المرحلة لإخراج تونس لإخراج بلادنا التي تتسع للجميع ولكن لإخراجها من هذا الوضع الذي تردد فيه أتوجه في البداية بخالص الشكر إلى السيدة نجلة بودن رمضان على قبولها تحمل هذه المسؤولية الثقيلة في هذه الظروف الصعبة كما أشكر كل أعضاء الحكومة على قبولهم بتولي المسؤولية داخل الدولة كل في قطاعه ومن أكبر التحديات التي سنواجهها معا بنفس الإرادة الصلبة وبنفس العزيمة القوية إنقاذ الدولة التونسية من براثل الذين يتربصون بها في الداخل وفي الخارج من براثل الذين لا زالوا يعتقدون أن المناصبة غنيمة أو قسمة للأموال العمومية أو قسمة لمراكز النفوذ سنفتح إن شاء الله تعالى كل الملفات ولن نستثنى أي ملف ولا فضل أحد على أحد ولا مكانه لمن يريدونه العبثة بسيادة الدولة وبسيادة الشعب لقد نهب من أموال الشعب الكثير سرقوا مقدراته حولوا آماله إلى يأس ولكن أني على يقين من أننا سنعبر معن من اليأس إلى الأمل ومن الأحباط إلى العمل لقد مرت سنوات ثقيلة فيها من الألام الكثير وسالت الدماء الطاهرة غزيرة في مواجهة من تجرأوا على الدولة وعلى مؤسساتها ومن تجرأوا على الشعب التونسي وفي هذا اليوم وفي ظل هذه التدابير الاستثنائية أحذر بعد أن وجهت التحذير تلو التحذير لكل من ستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم وسنحبط إن شاء الله ما قد يخططون له في قادم الأيام قيله ولزال يقال أنني تأخرت في تشكيل الحكومة في ظل التدابير الاستثنائية وكأن المشكل في الحكومة بعض الدول لديها كتاب دولة وليست لها حكومات وتونس لم تكن لها حكومة إلى حدود سنة تسع وستين وتسعمائة وألف تم ذكر الحكومة بصفة عرضية في ثلاث مناسبات فقط كان هناك كتاب دولة وكان هناك مجلس لكتاب الدولة وجاء من الخرش تكوين الحكومة وما دخلهم بتكوين الحكومة في اختيار أعضاء الحكومة نحن لسنا تحت وصاية أي كان ولكن لأن الدستور ينص على الحكومة تم تشكيله وتم تشكيلها بأسرع مما كانوا يتوقعون بعدما تم تكريف السيد رئيسة الحكومة وهي أول رئيسة حكومة في تونس وفي البلاد العربية وهذا شرف للمرأة التونسية والمرأة في تونس ليست مسحوقا للتجميل لتجميل المؤسسات أو لتجميل المؤسسات النيابية لم أرد استباق اللحظة ولم أستأخرها لأن القضية لا تتعلق بحكومة بل بنظام كامل وبمنظومة لا تزال قائمة منذ عشرات السنين كل عنصر فيها يشد العنصر الآخر حتى يتواصل النظام الظاهر في خدمة جماعات الضغط وفي خدمة المنظومة التي أراد الشعب إسقاطها أنني لا أسير في الظباب ولا ألهث وراء السراب بل أنها معركة تحريرا وطني سنخوذها معا وسننتصر بحول الله تعالى ومن يخوذ المعارك يجب أن يعرف الأصدقاء المخلصين قبل أن يعرف من ألف الغدرة والخداعة والرياء كان الخامس والعشرون من شعر جوليا الماضي تاريخية بكل المقييس واتخذت في مساء ذلك اليوم القرار الذي تعرفون اتخذته بعد أن حاولت بكل الوسائل أن أعيدهم إلى رشدهم وأن أدوهم إلى تحمل المسؤولية ولكن دون شدوى اتخذته لوحدي وبين وبين ربي قلت ماذا كيف سأقف أمام الله يوم القيامة وأنا أرى التونسيين والتونسيات يموتون كل يوم بالأمراض بالجوع وعلى ذكر الأمراض حققت تونس معجزة بفضل كفاءاتها معجزة في ذرف ثلاثة أسابيع بعد أن تواصل سقوط الضحايا كل يوم بالعشرات والمئات بفضل رجالها ونسائها وقواتها العسكرية والأمنية وبفضل الأطباء في القطاع المدني وبفضل الشباب لن أنسى أبدا تلك الفتاة في المعهد الثانوي برادس وعمرها لا يتجاوز الثلاث عشر سنة كيف كانت ترتب السفوف وتدعو التونسيين والتونسيات إلى الانتظار وإلى الانضباط عمرها ثلاث عشر سنة إنها ثورة ثقافية بكل المقاييس بل إنها معجزة حققها الشعب التونسي حين بتوليت هذا الملف بعد أن كانت الأخبار لا تأتين ألا بعدد الإصابات وبعدد الوفيات الذي وصل إلى المئات وشكر لكل من ساهمه من القطاع المدني ومن القطاع العسكري من الإداريين ومن العمل ومن الأطباء ومن الإطار شبه الطبي الذي حقق هذه المعجزة حتى صار التونسيون اليوم يطالبون بتلقيحا ويختارون التلقيحا الذي يريدون وكلكم يعلم وكلكم عاش مساء الخامس والعشرين من شهر جويل الماضي كيف خرج المواطنون والمواطنات في الشوارع وفي الأحياء داخل الوطن وخارجه خرجوا لأنهم شعروا بالأمل من جديد بعد الكوابيس التي جثمت على صدور الشعب لمدة عقود وبعد الخامس والعشرين من شهر جويل كنت ألاحظ بألم تقلب المواقف ومحاولات اقتناص الفرصة ممن كانوا يتربصون وينتظرون هناك من هلل وبعد التهليل صار مناهضا وهناك من فرح وبعد الفرحة تحول تحولت فرحته إلى حزنا وأحباط وصار يطالب بالرجوع إلى ما قبل الخامس والعشرين من شهر جويل باسم شرعية شكلية باسم قانون وضعوه على المقاس كثوب أو كحذاء ودفعوا ودفعوا الأموال وتمادوا في تقلبهم وما ذلك يسورون الوضع على أنه انقلاب كيف يكون انقلابا بناء على نص دستوري بعد استشرت رئيس الحكومة واستشرت رئيس المجلس النيابي عملا بأحكام الدستور أنها تدابير استثنائية نص عليها الدستور في صورة وجود خطر داهم ولكن الخطر قائم ولا يزال قائما إلى حد يوم الناس هذا فهل يجب أن نترك البلاد والعباد لقمة سائغة تتقاذفها السباع والضباع كان الليل حالكا والظلام طويلا وشديدا ولكن بدأ أن نور يشاع ليلة الخامس والعشرين من شهر الجوليا يشاع في الأرض وهنا أتيت ببعض الصور لأن هناك من تناسى وأرجو من المصورين أن يوجهوا عدسات آلاتهم إلى هذه الصور صورة المجلس ألا يتذكرون صورة أخرى للمجلس ألا يعقلون صورة أخرى للمجلس ألا يفقهون صورة أخرى للمجلس ألا يتفكرون صورة أخرى صورة أخرى لمن قابلتهم الدماء تسيل في المجلس للمجلس نسو الدماء نسو ما حصله في هذين السنتين التي مرتا دون أن يفعلوا أي شيء سوى المصادقة على بعض المعاهدات وفي هذه السنة المصادقة على ثلاث مسارع قوانين لن تنفذه كانت موجهة ضد المقاصد المعلنة لأن الأوامر الترتيبية التي ستخرج لن تخرج أبدا في ذل اختياراتهم فلينظروا في هذه الصور انظروا جيدا في هذه الصور انظروا جيدا في هذه الأوضاع السائدة في المجلس النيابي جئت بهذه الصور لأنهم بالأمس يطالبون بالعودة إلى هذه الأوضاع التي كانت قائمة في قصر باردو عنف ودماء وسب وستم وقذف داخل المجلس النيابي هذه صورة لأحدى النائبات بعده أن جاءتها الحماية المدنية لإنقاذها يبدو أن ذاكرتهم كصيرة وأطمعهم كثيرة وفي هذه الظروف الحالكة وفي هذه الصور المأسوية وهذا قليل قليل من كثير الفقر الفقر والبؤس يزدادان يوما بعد يوم وجائحة الكوفيد تحصد الأرواح ومن قيل أنه ممثل للشعب ولا تحدثوا عن الجميع هناك من كانوا صامدين ثابتين ولكن كان هؤلاء ينفقون كل يوم في الملاهي وفي النزل الملايين وكانت الحقائب المليئة بالأموال من الخارج تدخل كل يوم دون أي تصريح ومع ذلك لا يتورعون عن القول بأنهم يعملون من أجل تحقيق أهداف الثورة ومحاربة الفساد ومن المفارقات الغريبة أن الحرية عندهم تتمثل في الثلب وفي الشتم وفي الكذب وفي الافتراع هذه حرية التعبير عندهم ليست لهم حرية التفكير هي حرية التعبير يجب أن تعكس حرية التفكير ولكنهم دأبوا منذ سنوات طويلة على الكذب والافتراع ولم يلاحق أحد أمام القضاء بالرغم من كل ما ارتكبوه لم أقم بشريمة وعلى النيابة في تونس أن تقوم بدورها لأنه بمجرد علمها بعدد من الجرائم يجب أن تقوم بدورها لم ألاحق أحد ولكن النيابة يجب أن تلعب دورها كاملا وسيتم إن شاء الله تطهير القضاء لأن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بتطهير القضاء وتعلمون كلكم أن بعض القضاء وليس كلهم والحمد لله صاروا يعرفون باسم قضاتي شخص لا أريد أن أذكر اسمه ولكن يعرفه الجميع ثم لو كان الأمر يتعلق بالقلاب وبالحد من الحريات هل كانت ستحصل مثل هذه المظاهرات هل تم اعتقال شخص من أجل آراءه هم الذين اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها بعد أن كانوا أو كان بعضهم على الأقل من المخبرين ومن العملاء ومن الخوانة ومن المجرمين اعتبرون هذا انقلاباً في ذل الدستور وليس يصح في الأفهام شيء كما قال المتنبي وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ومن الفضاء التي لن ينساها التاريخ ولن ينساها التوليسيون والتوليسيات أبداً دعوة أحدهم وأترفعوا عن ذكر اسمه إلى تدخل قوى أجنبية وممارسة ذهوط على بلادنا وكأننا دولة بلا سيادة أو غير مستقلين اذكرني بأحد دولا كورنيير كان من غلاة الاستعمار في بداية هذا القرن وكان له اسم مستعار رد بالك بالفعل رد بالك تونس ليس ضيعة ولا بستان ولا أعرف كيف نتحدث عن سيادة الشعب وعن سيادة الدولة وتأتي مثل هذه الدعوات من الخارج وأكثر من هذا وأقولها وأنا أعلم جيدا ماذا أقول بناء على تقارير من الأصدقاء وبناء على تقارير أخرى ما فعله عددهم بهدف إفساد العلاقة مع فرنسا على وجه الخصوص حول مؤتمر الفرنكوفونية من كان يخطب بالأمس ومن كان ينظم الندوات ويدلي بالتصريحات اتجه إلى بعض العواصم والأحزاب والحركات أو الأشخاص لحثهم على عدم تنظيم هذه القمة بجزيرة جربة تونسيون ذهبوا إلى بعض العواصم وطالبوهم بعدم عقد القمة بجزيرة جربة وأنا الذي اقترقت جزيرة جربة وكان العمل شاقا لتوفير كل ظروف النجاح من الجهة الأمنية من البنية التحتية جاهزون لهذا الموعد ماذا قالوا تونس غير مستقر هل أطلقت رصاصة واحدة هل سالت قطرة دم واحدة هل سجن أحد من أجل موقف عبر عنه تونس وجزيرة جربة ككل شبر في هذه الأرض العزيزة آمنة جربة فأن نجحوا فيما رتبوا له فلن يذرون شيء لقد وفرنا من أموال الشعب التونسي كل أسباب النجاح أصدقائنا وأصدقائنا يعلمون جيدا أننا مستعدون كل الأستعداد لهذه القمة فأن أرادوا اختياره مكانا آخر نتيجة لهذه التدخلات التدخلات وصلت إلى أكثر من خمسين دول من التونسيين أن أرادوا أن لا يأتوا فتلك إرادتهم وأن جاءوا فسيأمنون وسيتم الترحيب بهم ولكن لا نقايض سيادتنا أبدا لا بالمؤامرات ولا بخزائن الدنيا كلها أن تونس لا تاريخ طويل وتتسع للجميع تتسع للجميع في ظل القانون وسنعمل في قادم الأيام إن شاء الله على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي وليس لحوار كما حصل في السنوات الماضية لأن مثل هذه الحوارات يمكن أن نقوم بها حتى في صباح واحد نقاط ونقاط طلو النقاط ثم يذهب بعد ذلك كل في حال سبيله ونبحث بعد ذلك عن حوار جديد البحث والعمل والإرادة تتجه إلى حوار مع الشباب من كل جهات الجمهورية ومع مع كل التونسيين والتونسيات ممن يقبلون بالحوار الصادق والثابت والأمين في كل مكان لاستكمال الثورة واستكمال حركة التصحيح والتحرير وسنضع إن شاء الله مواعيد محددة لكل محطة من هذه المحطات نحن نريد أن نختصر التاريخ ولا نريد أن نبقى في ظل التدابير الاستثنائية ولكن سنبقى في ظلها مدام هناك خطر جاثم في المجلس النيابي وفي عدد من المؤسسات الأخرى وسنتعقب الفاسدين وستعود أموال الشعب للشعب وليس لمن يعمل على إسقاط الدولة التونسية من يريد أن يتصالح فليتصالح مع الشعب التونسي حتى لا يبقى بائس وثقير لا يجد قوت يوم يا شعب تونس العظيم في هذا اليوم التاريخي لا مجال للأحباط ولا مكان للاستقالة بل إننا سنفتح معا طريق الحرية والعدالة هذه الطريق التي فتحتموها في السابع عشر من شهر ديسمبر من سنة عشر وعالفين طريق الحرية والعدالة والكرامة الوطنية ولا مجالة إلا لإرادة الشعب صاحب السيادة حتى يسترد حقوقه كاملة أنني أعلم أن المسؤولية جسيمة وأن الوزر الثقيل ولكنني أعلم أيضا أنكم تقاسمون هذا الشعور وأعلم أن الشعب إذا أراد سيحقق ما يريد وسيكسر كل الأصفاد وكل القيود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكر النشيد الرسمي ترجمة نانسي قنقر السماعي ترجمة نانسي قنقر يا حباد القناع هلنّو هلنّو من الجسمن وقد صارقا في العروف بلدنا نموت نموت ويحيى الوطن ولن السواعي زمينا نوما سكورا سكورا كهذا القناع سواعي البيان درسوا فوقها العالم نباهي بي ونباهي بنا وفيها كفال العلا والهيئة وفيها ضمان من أيضنا وفيها لأعداء جون سيقان وفيها لمن سالمون السلام حباد القناع يا حباد القناع هلنّو هلنّو من الجسمن وقد صارقا في العروف بلدنا نموت نموت ويحيى الوطن لذا الشعب يوما أراد القيام فلا هدّ أن يسكي بلدنا ولا بد للليل أن ينجمي ولا بد للقلق أن ينجمي همات القناع يا همات القناع هلنّو هلنّو من الجسمن وقد صارقا في العروف بلدنا نموت نموت ورحي الوطن ترجمة نانسي قنقر